ما زالت مفاوضات فيينا بشأن الملف النووي الإيراني تراوح مكانها حيث لا جديد فيها لأسيما بعد إشارات تؤكد أن المفاوضات ما زالت متعثرة ما يفسر حالة الجمود التي تطغى على التصريحات حول مباحثات فيينا إيران اعترفت بأن مفاوضاتها مع الغرب ما زالت تراوح مكانها وتحدثت عن ذلك صراحة وعلى لسان المتحدث باسم خارجيتها السعيد خطيب زادة الذي سبعد حدوثا فراجة في الأفق المنظور قائلا إن الاتفاق بمفاوضات فيينا النووية ليس في متناول اليد وإن هناك قضايا عالقة لم يتم حسمها حتى الآن وبشأن الحديث عن وجود اتفاق بين إيران ودول أجنبية عرف الحضر عن أموال طهران المجمدة قال زادة إن الإفراج عن الأرصد الإيراني المجمدة وعودة أموال تصدير سلع وخدمات إيران إلى دول أخرى لا علاقة له بالولايات المتحدة الأمريكية وإن إيران لن تسمح لواشنطن الخوض في التفاصيل وهنا يبرز الحرس الثوري الإيراني كحجر عثرة في دولاب المفاوضات النووية فإيران طلبت مرارا وتكرارا من الولايات المتحدة في المرحلة الأخيرة من المفاوضات برفع الحرس الثوري من لائحة المنظمات الأرهابية وهو الأمر الذي عارضته واشنطن وعدته مخالفا للملف النووي ليتصدر عنوان الفشل مشهد المحادثات النووية بين إيران والقوى الدولية والمتوقف أصلا منذ الحد عشر من آذار الحالي وما يؤكد ذلك عدم التحديد موعدا لسئناف المحادثات لإحياء الاتفاق المبرم عام 2015 الذي انسحبت منه واشنطن عام 2018 وسط تأكيد دول موسينا كبار من فرنسا وألمانيا وبريطانيا من أن طرفي فيينا يتجهان سريعا إلى نهاية الطريق في هذه المفاوضات موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة